السلام عليكم مرحبا بكم اليوم غادي نشارك معاكم الرايب منزلي بطريقة جد سهلة بسيطة كيجي بحال دي المحلات او احسن بدون اضافات بدون محسنات على الطريقة التقليدية الاصلية كيجي خاتر عاقد وبنين نتمنى ان شاء الله تتبعوا معي الفيديو حتى الاخير باش هكا غنعطيكم جميع التفاصيل و جميع الاصرار باش ينجح معاكم فرجة ممتعة للجميع بسم الله نبدأ معاكم في المكونات هنا اول مكونات هو الحليب غادي تسولوني اش من نوع ديال الحليب حليب عادي ديال الكارتونة اللي كان شريوه من الاحوانت هنا سواء بغيتو تديرو لتر او نصف لتر حتى تجربو هنا اخديت لتر من الحليب ديرتو فوق النار مهيلة ومع المراقبة المستمرة باش هكا ما يفيدش الحليب ديالنا ويضيع منا كيما شفتو انفوا يوصل هالدرجة ديال الغليان مباشرة كان طفو عليه كان خليوه في بلاستو حتى يدفع هنا مهزيتو من بلاستو حتى يدفع وهنا كيما كتشوفو معايا كنحيدو هاد القشرة اللي كتكون من الفوق بهالطريقة هادي وغادي تجربو هكا بصبعكم الى ما حرقكمش كان دافي فالحليب ديالنا جاهز باش نخدمو به وده بغا ندوزو المرحلة الثانية هنا كنجيبو شيئنا او كسرون كيما درت انا غادي نضيفلو جوج مغارف ديال الحليب هنا في هاد جوج مغارف ديال الحليب ضفت علبة ديال الياغورت الطبيعي ضانون مسوس كيما انكم تقدرو تضيفو نكهات الفانيلا وهنا ضفت جوج معا القكبر ديال السكر كيما انكم تقدرو تنقصوا او تزيدوا كيبقى على حسب الذوق و هنا ضفت شوية ديال الفانيلا السائلة كيما انكم تقدرو تضيفو الفانيلا ديال السارشي كيبقى على حسب ذك الشي اللي موجود عندكم ونخلطوا كل شي مزيان حتى ينسجموا المكونات ونحسوا بأن السكر ديال نادب وهنا البنات كيما كتشوفوا معايا غادي ناخدوا ذاك الحليب اللي ضفنا له الفانيلا وضانون والسكر غادي نردوه مع الحليب اللي كنا سخناه فوق النار وغادي نخلطوا كل شي مزيان حتى ينسجموا المكونات حتى اللي هنا كنظرنوا الأمور واضحة وما فيش صراحة تعقيدات غير تبعوا نفس المراحل هنا مباشرة غادي ناخدوا الكويسات ديالنا اللي غادي نقدموا فيهم الريب ديالنا كما أنكم تقدرو تقدموا الريب ديالكم في واحد المول اللي كيكون بحجم هائلي كيبقى اختياري وغاستمر نعمر الكووس اللي عندي وهنا مبعد ما عمرتهم كاملين غاندوز مباشرة نغطيهم بلاستيك غذائي حتى هاد المرحلة جد مهمة باش الريب ديالنا ينجح معنا غاستمر على هالطريقة هادي حتى نسليهم كاملين وندوز معاكم نوركم طريقة لاحتفاظ به هنا بالنسبة لطريقة الاحتفاظ كيما كتشوفوا معايا كنفرشولو مزيان وكنغطيوهم مزيان وكنحاولو أننا نخليوه في واحد البلاسة اللي تكون دافية بحل المطبخ كيكون دافي حيث كان طيبو فيه حاولو أنكم تغطيوهم زيان والأهم من كل هذا أنكم ما تقيسوش وما تحركوش قبل ما تدوز 24 ساعة وكتكون هذه هي النتيجة النهائية ديال الريب اللي شاركت معاكم كيما كتشوفوا الصورة كتوضح كل شي كيجي عاقد وخاتر وكيجي بنين كل ما خليتوه في تلاجة كتر وكل ما تمسك كتر أنا ما خليتوش بزاف ديال الوقت حيث كنت بغيت نكمل الفيديو يعني نصور النتيجة النهائية انتمنى ان شاء الله إلا كنتم المحبين ديال الريب وما كانش كيينجح معاكم اتجربوه بالطريقة ديالي وينجح معاكم أنا متأكدة وينال إعجاب ديالكم ويلا هالبناء تندوقو الريب ديالنا باش نشوفو كيفاش كيجي هنا كيما كتشوفو القوام ديالو رائع وحتى البناء رائعة غير جربوه ما غاديش تندموه غادينا الإعجاب ديالكم غادي نجح معاكم غير تبعو نفس المراحيل هنا كيتباع واحد السيرو ديال النكهة ديال الفريز كيتضاف من الفوق كييضيف له واحد البناء وواحد اللون رائع أنا ما توفرش عندي عليها ما ضفتوش اللي توفر لها فغادي تضيفه غادي يضيف ليه واحد النكهة رائعة حتى اللي هنا غادي نكون وصلت معاكم نهاية ديال فيديو ديال اليوم كنشكركم على حسن المتابعة ما تنسونيش من الدعم ديالكم ومن تشجيعات ديالكم اللي كتحفزني باش نبرتجي معاكم المزيد حتى اللي هنا غادي نقول لكم طه الله وفرصكم نتلقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة